سمع عليك إزاك نشباب احنا في الفديو الفاتح أعرفنا ازاي نحدي اجزاء الوجه فان شاء الله في الفيديو دى عايزين نعمل ازال سناب شاته الخاص بإلني يعني مثلا ازاي نقدر نركب أو نلبس ننظرة تمام او حتى نلبس نجل هل فان شاء الله يعني إيه عايزين نعملو ازال زيان نهاردا إن شاء الله يعنى حتى لو انا اتحرقت ماشي اتلاقي ان هو بى بدل يتحرك معاي تمام؟ قربت بعت تمام؟ فإن شاء الله النهاردة عايزين نعرف نعمل الكلام تلك كله فيلا بينا تمام شباب فطبعا احنا شباب ما شوفنا في الانترو هو نتيجة يعني ايه مش ممتازة قوي يعني بس برضك يعني هو هدف من الفيديو دي ان انا اوضح لك الطريقة اللي بيتعمل بها الحاجات دي تمام انت ممكن بقى بعدين ان شاء الله بعد ما نخلص الفيديو دي تقدو انت تلعب في الكوب بقى بحيس انت مثلا تكبر حجم التاج شوية تكبر حجم النظارة شوية تتغير الشكل اساسا تعمل حاجات تانية فالهدف من الفيديو دي ان انا اتصلك الطريقة وانت عليك بقى ان انت تتحسن الطريقة تستخدمها بمجالك انت او بفكرك انت ابخيالك انت تمام تعال ابقى نشوف هنعمل الكلام ده كله ازاي اول حاجة هلنعمل امبرط للميثوز ديات او ليباراة زدية عشان apareères نستخدمها تمام وبعد كده طبعا احنا انتكلمنا عن اللاول ايديو الي انحنا انتكلمنا عنها في الفيديو الي فات فلو انت مش فاهم اي حاجة هاردت ارجع الفيديو يقول لف ballotif negócio عشان هفهيم الموضوع دا كله تمام طيب بعد كده بعد كده ابวกنا بنغير المساري الموجود في الفايل بتاعنا او بتاعنا تمام عشان نقدار نحنا نوصلين لملفات xml عشان ما نديناش اي error تمام? طيب وبعدين بعد كده طبعا عندنا هنا صورة النظارة ادى صورة النظارة وادى صورة التاج وادى الصورة اللي احنا نشتغل عليه تمام? وبعد كده ادى ملفات الملفات xml بتاعت الفيس وادى ملف جديد بتاع xml دين الملف جديد بتاع xml دي بيعمل ايه? بيحدد مستطيل حوالين العينين ذات نفسهم يعني بدلا احنا الفيديو اللي فات قلنا كنا من حدد مستطيل حوالين كل عين لا الملف xml دي بقى هبقى حدد مستطيل حوالين العينين ذات نفسهم تمام? مستطيل واحد بس مستطيل متصل تمام? ده يفيدنا كتير جدا ان شاء الله بعدين لما نجي نشرح ونكمل تمام? طب وبعدين بعد كده بقى هنعمل محدد بتاعتنا برضى كلمنا عنها في الفيديو اللي فات تمام? طبعا دي دي يعني محدد جديد بس نفس الكوب بالزبط يعني لو انت فهمت الكوب بتاع المرة اللي فاتت ما فيش اي اختلاف خالص لو بصت عقول هتلاقي فهمتوا ان شاء الله ما فيش اي اختلاف تمام? طيب بعد كده بعد كده بقى تعالى نجهز الصور بتاعتنا تمام? فنقول له كراون ترانس بيرانت بيساوي مين? بيساوي هندوله اه الباص بتاع بتاعتنا اللي هو كراون المسار بتاعه وبعد كه سلب واحد سلب واحد دي معناها بقى سلب واحد دي معناها اللي انا عايز الصورة بتاعت تفضل ايه طبعا الصورة بتاعت التاج عبارة عن صورة بي ان جي شفافة ملاهش خلفية تمام? طب وبعد كده ايه معناها كده ان الصورة مكونة عندي من اربع طبقات اول تلات طبقات اللي هي البي والجي والار تمام? واخر طبقة ديت معناها طبقة الشفافية ماشي? بتاعيت طبعا ايه لو انت مادت لهاش اي حاجة فهي هتلغى اخر طبقة ديت وهتاخد اول تلات طبقات بتاعته من البي والجي والار وبالتلات طبقة ايه يعني ايه الصورة عندي مبقيتش شفافة تمام? طب انا اعرف ازاي كلام ديت يا عم كريمة اجيبها ناني منين يعني ما عرفش ان في حاجة شبه كده بص يا سيد تعال خش هنا هتلاقي هنا فيه المسود ايه طبعا ايه اللي هي طبعا بتاعت الامج ريد هتلاقي كل الفلاجز بتاعتها اما هتلم بشير وione جاهאל تمام؟ في عندك سلب واحد سفر واحد واتنين واربعة وثمانية كل ديت اركام مشي يعني ايه نجة من رفع عدد اتنين لقص معين يعني اتنين قص وصفها هاديك واحد اتنين قص واحد اتنين قص اتنين قص تلاتة اتنين قص اربعة اتنين قص خمسة 6 ما كزه يعني تمام؟ طيب فتعال يا بقى سلب واحد ديت معنا stakes واحد لو احنا اتكنا عليه تعال اتكي عليه كده هو بيقول لك اه اه ا او بما دي او طابقة تشفية دي احنا عايزينها تمام غير كده بيقول لك quiser as always an just group يعني اه غير كده غير ان احنا لو استخدمنا اي قمة تانية غير السالب واحد دي الالفا او طبقة تشفية دي هتروح عشان كدا المهم جدا انت يستخدم سالب واحد دي تمام طيب بس كده فعشان كده يعني ايه دي مهم جدا برضك يعني فخلي بالك من الجزء ده وحاول تقرأ فيه برضك يعني فاحنا عشان كده احنا استخدمنا طبعا هو بيقول لك هنا لو انت عايز تستخدمها غير السلب واحد ممكن تكتب لحو ممكن احنا نشيل ديت الجزء ده وتشيل بدا السلب واحد تقول له تمام فممكن تقول له ديت هتتكى على ديت هي نفسها قمت السلب واحد فحابب انت تستخدمها كده تمام حابب انت تستخدمها ممكن تستخدم واحد براحتك تمام فلين تحب برضك تمام وبعد كده نفس الكلام بالنسبة مين بالنسبة للنظارة اللي عندنا وده الصورة مين وبعد كده الصور اللي احنا نشتغل عليه فتعال كده نعرض الصور اللي عندنا تمام اده صورة النظارة تمام وده صورة المين اده صورة اللي هو التاج اللي عندنا تمام وده طبعا صورة الشيخ فهدي كندري الرجل دي صراحة عظيم جدا والله وقدم دروس كتير جدا وبرامج كتير جدا مفتاح اليوتيوب ياريت لو انت متعرفوش يعني تعمل بس السيرش عنه على اليوتيوب او اكتب مسلا برنامج فاسيرو ماشي بس هيزهر لك قناته وكل حاجة واتمنى انت تتفرج على الفيديوهات هتفدأك كتير جدا ان شاء الله يعني بإذن الله يعني تمام فهو شاء يعني من المحاببين الى القلب بصراحة يعني الشيخ فهد الكندر تمام تمام فده اللي احنا نشتغل عليه ان شاء الله النهاردة الصورة دية تمام طيب بعد كده بعد كده يا سيد ام انت دي الحاجات اللي احنا نطبقها اول حاجة احنا نطبق النظارة ازاي هركب نظارة على الصورة بتاعتني ففيه مسود عندك هنا اسمها مين اسمها بولد جلاس ماشي اه فاول حاجة هتاخد مين هتاخد صورة النظارة اللي احنا عايزين نركبها تمام وقول ر او اي دي معناها مين هديات معناها كل المستطلات اللي موجود في الوش تمام اللي احنا عايزين نشتغل عليه طبعا احنا اتكلمنا مرة اللي فاتت ان احنا لما بنجد ازاي اللي احنا حددنا الوش بالذات والكلام ده كله اتكلمنا وفصلنا وكل حاجة بالتفصيل في الفيديو اللي فعل تمام وبعد كده الاي بيرز دي معناها مين دي اللي هو المستطيل اللي بيحدد العين اللي هو المستطيل اللازر اللي ظاهرة عندك ده تمام طيب طبعا كل حاجة هتبقى هتبقى دلوقتي لما نيجي نستخدمها بعدين هي طبعا كل حاجة هين هي موجودة هين هي بس هنشرح بس المستطيل بتشتغل ازاي تمام طيب فاول حاجة احنا هناخد كل مين هناخد كل بير والار او اي بتاعته تمام طبعا انه لما بتيجي بص هتلاقي ان الاي بير ديت بترجع مين بترجع لست ماشي واللست ديت مكونة من من تو دي لست ماشي من لست سنقات يعني ايه من مجموعة سنقات الابعاد تمام يعني فيها اتنين فيها اتنين اقواس كوسين اتنين تمام وبالتالي لما تتجي تستخدمها لازم تستخدم ايه تعمل لها تقولها ان انا عايز العنصر اولان عشان تقدر توصل لللست اللي جوه دي تمام فدي حاجة مهمة برضا تمام وحاجة كمان برضك ان انت ممكن خلي بالك ان هو ممكن مسلا نرجع لك لست فاضية فخلي بالك برضك من حتة ديت ان انت تاخد مين تقول له تشوف عدد العنصر موجودة جوه لست ديت لو طلع بيساو صفر خلاص كمل هو ما يلقاش العين اساسها موجودة في اي منطقة من الحاجات اللي احنا شفناها دي تمام طيب بعد كده بعد كده بقى احنا هنرسم بس المستطيل حوالي العين تمام اللي هو المستطيل باللون لازر اللي انت شوفت دي تمام وبعد كده بقى احنا هن بقى نحدد الاحداثيات بتاعت النظارة انا عايز النظارة تكون ابعاد قد ايه وبطول قد ايه بعرض قد ايه كلام ده كل تمام موجودة فين تبدأ فين تنتهي فين دي اللي هنبدأ نعمله بقى طيب اكس واحد دي النقطة اللي فين دي النقطة اللي هي على الخط الافقي تمام على الشمال خالص تمام فهي عبارة عن مين عبارة عن احداثيات العين اللي هي النقطة ديت تمام ناقص عشر الويتس بتاع العين تمام فدي الويتس كلها بتاع العين انا هاخد العشر بتاعه واطرحوا فيديني الجزء ده هو تمام فطبعا المستطيل الاصفر ده هو هو نفس هو دي احنا بنحسبه تمام هو دي احنا بنحاسبي ده المستطيلقي الاصفر تمام فاحنا اخدنا هوات الجزئ دي حتى هتلاقي ان في الصورة دي هتلاقي ان طبعا احداثات يعني اést او نافذة اللي معروضة ديت احداثياتها يعني او عرضها وطولها اكبر من احداثات المستطيل الا الزرق ودي بسبب ان diary عملنا ده. تمام? فالفكرة ان احنا هنجي عند عند احداثة اكس بتاعت العين. ونطرح منها عشر بتاع العرض بتاعها. تمام? فيديك عند النقطة دي. تمام? اكس اتنين. هنجي عند مين? هنجي عند اكس واحد اللي هو النقطة دي. تمام? ونزود عليها الويتس بتاعتها هوت. وبعد كده الخمسة كمان. فيدينا الجزء ده. تمام? وبعد كده الواي هنطرح منه الرابع. تمام? فيدينا جزء ده. وبعد كده نزود عليه واحد ونص الهايت. ودينا الجزء ده. وهكزا. طبعا ديت ارقام انت ممكن تلعب فيها يعني على حسب بقى. يعني طبعا انا فضلت يعني اجرب شوية لحد ما وصلت اللي يعني ايه النتيجة مرضية بالنسبة. لو النتاج ده مش مرضية حاول انت تلعب في الارقام ديت هتفيدك او هتحاول انت توصل نتاج يعني ايه تردك اكتر ان شاء الله. تمام? طيب بعد كده. بعد كده ادي حتة مهمة جدا جدا. ماشي. بحيس ايه? ان احنا مثلا لو احنا هنجيب طبعا ايه العرض والطول بتاعت المنطقة اللي احنا بنبحث فيه. اللي هي منطقة الوجه. تمام? فاحنا عايزين نشوف لواني لو لقينا ان الاكس واحد اقلم الصفر. تمام? او الاكس اتنين اكبر من الويتس بتاعي. تمام? اكس واحد اقلم الصفر معناه ان هو طلع برا الصورة. تمام? يعني انه طلع ما بين المنطقة اللي احنا عايزين نعديل فيها اساسا. انا كده غلط. كده ما ينفعش. تمام? يعني مسلا تحس ان الضارة بقت مغطيها حتى على الودان كده طلع برا خالص. فكده غلط. تمام? او مسلا ان الاكس اتنين طلع اكبر من المين? من الويتس بتاع الوش ذات نفسه. يعني الاكس اتنين يعني مسلا الصورة عرضها بقى كبير. يعني برضك طلعت عن عن الوش بطلعت كبيرة خالص ومسط مسلا للودان كده. فكده برضك مشكل. تمام? او مسلا ان المين? ان الواي واحد اكبر اقلم الصفر. يعني برضك ايه? يعني ان النضارة مسلا طلعت فوق ناحية القورة كده او ناحية الجبهة بتاعت الوش كده. تمام? فكده غلط برضك. تمام? انا مش عايز اتقرب من الشعر او كده. تمام? او الواي اتنين طلعت مين? طلعت اكبر من العرض. يعني ايه? يعني مسلا تلاقي ان النضارة نزلت تحت كده عند المناخير. تمام? او نزلت في رص الوش كده. فكده برضك مشكل. تمام? فكل الحالات دية كلها لو حصل اي حاجة من الحاجات ديت ارجع. او ما تكمل شي. تمام? فهو عشان كده احنا عملنا ايه الشرط دي عشان الشرط دي مهم نحاول ايه نخلي الصورة وقعية على قد ما نقدر. تمام? فعشان كده عملنا الشرط دي دي مهم جدا برضك. انت محتاج برضك انت تلعب في الكود عشان تفهم الكلام ده اكتر. تمام? طيب بعد كده. بعد كده لما انت هنبدأ نحدد بقى ايه الجزء اللي احنا عايزينه بالزبط. ايه الجزء اللي احنا عايزينه اللي هو المستطيل الاصفر دي. اللي احنا حسبناه منه اللي احنا حسبناه من تلات الاربع حاجات دولار. تمام? فهو دي المستطيل الاصفر احنا نبدأ نشتغل عليه. تمام? واحنا عرضناه هنا اهو. اهو. هو دي المستطيل الاصفر. بس طبعا المستلة الصفر مش ظاهر هو دي بس ايه هو دي نفس ابعاد المستلة الصفر بس هو مش ظاهر تمام اهو تمام طيب بعد كده اه بعد كده يا سيدة اما انت بقى ايه هنشوف العرض والطول بتاعت النظار بتاعتنا تمام طبعا انت لو جيت بسط احنا احنا عرضنا النظارة في الاول خالص لما جينا عرضناها كانت ضخمة كانت كبيرة كتكبر حتى من الصورة اللي احنا شغلنا عليه تمام فبالتالي احنا محتاجين نعمل لها ايه اي اه يعني اه عادي التحجيم او يعني اقل بحيث انه ايه العرض والطول بتاع هي قل وكمان احنا عايزين العرض والطول في حتة مهم ان احنا عايزين العرض والطول يكونوا علاقة ما بين الهايب بتاع الوش ما احنا قلنا لما انا مثلا الوش لما انت تجي التقرب من الكامERA هتلاقي ان المستطيل بتاع الوش كبير قوي تمام ، وبالتالي احنا محتاجين احنا نخلي النظارة تجبر تمام وبالتالي لما تبعد عن الكاميرا محتاجين نخلي النظارة تصغر ماشي ليه عشان بردك المستطيل اللي هو بيحيد بالوجه بالوجه تمام صغر بردك وكمان وبالتالي النظارة لازم تصغر تمام عشان كده احنا في كل الحسابات بتاعتنا دايما جايبين مين جايبين الاحداثيات بتاعت مين بتاعت الاي تمام والحاجات دي كله تمام عشان طبعا هي كل ما كل ما انت ما بتبعد كل ما المستطيل بتاع العين بيكبر اكتر تمام؟ فبعد كما فدي طبعا اي دي مهم جدا يعني علشان هو تحس ان البتاع وقعية كده كل ما بتقرب تكبر وكل ما بتبعد تقل تمام؟ طيب وبعد كده بعد كما هنجيب الطبقة الشفاف فين الطبقة شفافة دي حسينما انت الطبقة الشفافة الي هاديت تمام هي دي الطبقة الشفافة ايه دل يعني ايه دل اللي فهل لعب كله تمام احنا لو كذا الصورة عندنا صورة عادية اللي هي من ثلاث طبقات بس كانت تبقى بمشكلة عشان انا هفضل هطرنا بقى قاعد اعمل شوات حسابات كده بحيس ان انا اوصل بس ايه للطبقة ده هي للماسك ده هو تمام فدي طبعا الصورة اللي هي الشفافة دي توفرت علينا جهد كتير ان احنا بس ناخد اخر طبقة فيها هو دي عبارة عن المسك اللي احنا عايزين نستخدمه تمام طبعا استخدام المسك ده كتير جدا هنستخ دلوقتي حاجات كتير تمام وبعد كده عندك بعد كده بقى يا سلام انت الصورة اللي تحتها ده هي الصورة ديت هي عبارة عن الصورة اللي مكونة من ثلاث طبقات بس ماشي الصورة بتلاث طبقات ديت صورة مششفاف تمام وديت طبقة الشفافية تمام فاول حاجة ايه اول حاجة هستخدمها في بالماسك ده هستخدمه في الجزء ده تمام معلش طبعا في غلطة هنا بس ان هو كلمة التاج ديت المفروض ان هي تتشل وتتحطي كلمة بس النظارة ان شاء الله انا اصحها برضه بحيث لما تجي ان شاء الله تنزلها من على الجيت هاب هتلاقي كل حاجة متعدلة ان شاء الله تمام طيب بعد كده فالفكرة ان هو هعمل هنا مين هاخد الار اي ار او اي جلاسيز والار او اي جلاسيز تمام واعمل بتواز نوت للماسك دي معنائك الساطر دي معنائك ايه بوس يا سيد انت شايف الماسك بتاعك ده انت هتحكسه ماشي بحيث انه اللون الابيض بقى اسود اللون الاسود بقى ابيض تمام وبعد كده تطبق الماسك الجديد ده عالصورة ده تمام وبعد كده فهيديك الصورة د طبعا احنا شرحنا الماسك دي قبل كده في مين في الدورة اللي فاتت اللي هو اوبن سيفين اللي مبتدئين فلو انت مش فاهم اي حاجة من الحاجات دي هت يا ريت ترجع تاني عشان مش هقدر ان اطول اكتر من كده في الفيديو تمام في ريت ترجع فيديوهات الابي كده هنطبق الماسك ده جديد بعد ما عملنا له مين بتواز نوت تمام هيديك الصورة دي نفس الماسك ده هو تمام هطبقه على الصورة ديه تمام فهيديك مين هديك الصورة اللي فوق ده هاي تمام وبعد كده طبعا احنا طب وبعدلكه باقيان جميع صورتين لاتنين دولارت مع بعض وستخدام الصور رك Hartس والصورة دي هي تجمعهم الاتنين مع بعض فيديك الصورة النهائية اللي انا عايزة هي هي دي الصورة النهائية اللي انا عايزة هي دي الصورة الموجودة عندك كنهية تمام بس كده كده كأننا ايه كركبنا الصور فانت تحس كده كأنك ايه كأنك جيت عند الصورة ديت تمام عند الصورة اللي فوق ديت ورحت جاية منطقة العند ديت رحت جاية اطيعها كده بمقص تمام وبعد كده رحت جاية جاية بالصورة ديت ورحت جاية لازيقها مكان لمنطقة القطع ديت او رقعت منطقة القطع ديت ماشي بالصورة دي. تمام? وبالتالي فلما تجي تبص للصورة النهائية بقى والناتج هتلاقي ان هو الناتج ده. تمام? كيان الصورة الجديدة ده تعبارها كنجوزة اساسا من الصورة الاصلية. تمام? بس كن. تعال بقى ايه? ازاي نركب التاج? ادى شكل التاج. بص يا سيد. تمام? نفس الكلام بالزبط. هنعمل برضك الاحداثيات ديت نفس الكلام ما فيش اي تغيير. الفكرة بس الحاجة الوحيدة اللي احنا عايزين نخلي بدنا منه. انه هو مية. الواي واحد. الواي واحد دي معناها مين? منطقة البداية بتاعت التاج اللي هو منطقة ديت. تمام? فما ينفعش ان التاج تمام? يبقى خارج عن الصورة. تمام? ما ينفعش ان التاج يكون خارجي عن الصورة. وبالتالي لو كان خارجي عن الصورة او عن حدود الصورة الاصلية فيطلع مين? هيبقى الاي واحد اقلم الصفر. تمام? ودي مشكلة. تمام? ما ينفعش ان التاج يطلع برا الصورة. تمام? فعشان كده لو حصل اي حاجة من ديت هنطلع هنعمل دي الشرط الوحيدة. انما طبعا اتاجه عمره ما هيبقى اكبر من الصورة ذات نفسية عشان احنا طبعا دي احنا بندله الصورة الكلية. تمام? انما في التانية في الجلاس كنا بندله من بندله جزء من الصورة بس. انما هنا بندله الصورة كلية فعندنا شوية حرية شوية. تمام? طيب بعد كده بعد كده طبعا بقى ايه? هنعمل نفس الكلام. هنشوف فقى منطقة البحس اللي احنا عايزين نشتغل عليها. فين? في منطقة البحس اهي. هي دي منطقة البحث اللي احنا عايزين نشتغل عليه. لها فين? لها منطقة الشعر دي. دي انا عايز احط فيها التاج. تمام? وبعد كده? بعد كده طبعا هشوف فقا العرض والطول بتاع التاج ونفس الكلام قلنا برضك نخلي بالنا ان هو برضك ان انا عايز مين? ان انا عايزه يبقى له علاقة ما بين مين? ما بين الارتفاع والعرض بتاع الوجه. بتاع المستطيل المحب الوجه. فعشان كده دايما حسب بتاعتنا فالعرض والارتفاع بتاع الوجه. تمام? طيب وبعد كده. طبعا دي المنطقة اللي في النص دي الطبقة الشفافة. ودي الطبقة من غير ودي الطبقة اللي هي البي جي ار من غير طبقة شفافة. تمام? ودي طبعا دي الناتج بعد ما طبقت المسك دي ع الصورة دي تفديني الناتج دي. تمام? ودي الناتج بعد ما عكس المسك دي وطبقت ع الصورة ده هي تفديني الصورة دي. تمام? تمام كده معي? وبعد كده ايه? جمعت الصوتين اللي اتنضلت بعض. تمام? و فدين الصورة دي. بس. بس لا نفس كوب بالزبط ان فيش اي تغيير. تمام طبعا الحاجات اللي انا باعرضها والصور اللي انا باعرض ادي كلها عشان حاجات اه. يعني ايه عشان انا فيهمك بس كود شغال ازاي والدينا يشغل ازاي. تمام طبعا لما انت ديجي مسلا طبعا النشاء فيديو اللي فات. هتلاقي طبعا هنا فيه فيديو في ملف هوت فيديو 30 تمام دي كود اللي انا استخدمت عشان اعمل الفيديو اللي كان في الانترو في اول الفيديو. تمام? ما فوش اي بقى من الحاجات من ديت. اللي هو عرض الصور الكلام دي. طبعا كل دي عشان حاجات بس اشرح على. تمام? بس كده. فلما انت ده يتخلص بقى خالص. تعال بقى نشوف. يعني هو بيجيب الكلام ده منين? يعني انت جبت الحاجات ده كلها من ايه? طبعا انا هديله اول حاجة هعمل هستخدم الفيس دي تيكتور. هديله اقول له اعراف للصور الفيس فين? تمام? وطبعا ايه? هنا في حتة اسمها. طبعا اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فاتت. تمام? فرجعنا الارو اي. اللي هو مين? اللي هو المستطلات اللي موجودة فيها الوجه. بس على هيئة مين? على هيئة كروبات من بتاعتنا. تمام? وبعد كده. وبعد كده بقى هقول له. على كل مسلا جزء مقطوع من الصورة الاصلية. تمام? هقول له مين? شوف لي بقى فين الموجود فين العيون الموجودة فيه. تمام? وادة. تمام? وبعد كده بقى الصورة الكلية. تمام? وادة له الصورة بتاعت الكراون. وادة له مين? وادة له مين? وادة له مين الصورة الوجوه او يعني مين مستطلات الوجوه اللي انا عايز. تمام? بس وبعد كده في الاخر خلص اعرض الصورة بتاعتنا. تمام? معلش انا بتكلم بالسرعة بس عشان انا مش عايز ان انا طول مدة الفيديو اكتر من كده. بس فوادي الفيديو بتاع الاسناب شات صراحة الفيديو ده كان متعب جدا جدا. يعني من بحث وتدوير ومراجعة في الكود والكلام ده كله. فياريت لو عاجبك الفيديو ولسه ما شاركش معنا في قناتي. ياريت تنزل تحت وتاع من اشتراك ادفاع الجرس. ولعاجبك الفيديو رأيت تعمل لك اشاره مع اصحابك. واشوفكم الفيديو الجاني ان شاء الله. ويا الله سلام عليكم. شكرا.